بعدما أثار تأجيلها واحدة من أسوأ الأزمات السياسية التي عرفها الصومال أعلنت خارجية الولاد أن زعماء السياسيين توصلوا إلى اتفاق يمهد الطريق لإجراء الانتخابات وزير الخارجية الصومالي عبد الرزاق محمد قال خلال اجتماع للأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في الصومال إنهم توصلوا إلى اتفاق يقود الصومال إلى انتخابات حرة ونزيهة مشيرا إلى أنه للمضي قدما تحتاج البلاد إلى مرحلة انتقالية تستند إلى انتخابات تتسم بالشمول والمصداقية واعتبر وزير الخارجية الصومالي أن إجراء الانتخابات فرصة يجب على الشعب الصومالي والحكومة والشركاء الدوليين استغلالها لضمان التنمية المستدامة لافتا إلى أن من بين النقاط العالقة التي تم حلها تشكيل لجنة الانتخابات التي حال غيابها دون انتخاب نواب جدد كما وأشار الوزير الصومالي إلى أن رئيس وزراء الصومال محمد حسن روبلي التقى برؤساء المناطق الخمس لمعالجة مخاوفهم بشأن سير الانتخابات مؤكدا على أن النتائج الأخيرة عن موعد وكيفية إجراء الانتخابات ستتوضح من خلال بيان أكثر شمولا في وقت لاحق وانتهت فترة رئاسة محمد عبدالله محمد في فبراير شباط الماضي لكن الخلاف بشأن الانتخابات أدى إلى عدم اختيار مجموعة جديدة من النواب في ديسمبر كانون الأول للتوافق على رئيس جديد للبلاد